السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية يا تامن حبيباتي ان شاء الله انكم بخير اليوم نحن اخد الدرس الخامس الحسابات البنكية رح نتعرف على مفهوم الحساب البنكي ومفهوم الوديعة بالاضافة الى انواع الودائع طبعا تامن احنا عرفنا انه من خدمات اللي بقدم لنا ياها البنك له فتح حساب بنكي ماذا يقصد بالحساب البنكي الحساب البنكي يا تامن هو عبارة انك حساب بتفتحيه في مؤسسة مالية وبتسجلي باسمك هلأ هون بتحتفظ فيه في اموالك في داخل هذا الحساب تدر انك انت تضيف عليه تمام تضع اموال تسمى اداعا وتقوم بسحب اموال تسمى سحبا اذا يا تامن الحساب البنكي هو حساب في مؤسسة مالية مسجل باسمك تحفظ فيه نقودك بهدف الاستثمار او طلبا للامان تمام يا تامن يا اما بدك تستثمر او تحفظه من اجل انه اكثر امانا البنك وبامكانك ان تضع فيه الاموال وهذا ما يسمى ماذا اداعا او تأخذ منه تأخذها فيسمى ماذا يا تامن يسمى سحبا اذا نرجع نعيد مالية ثانية الحساب البنكي هو حساب في مؤسسة مالية مسجل باسمك تحفظ به نقودك بهدف الاستثمار او طلبا للامان اذا انت بدك تضيف تضع اموال يسمى اداعا اذا بدك تسحب يسمى سحبا بكلك يا تامن الوديعة ما يوضع في البنك يعني المصال اللي انت عم بتحطها اللي هي الايداع يسمى وديعة تمام ما يوضع في البنك بالمقود لمدة محددة تختلف الودائع يا تامن هناك انواع من الودائع تختلف هذه الودائع اعتمادا على المدة اللي انت بدك تحطها او عملية السحب يعني فيه ممكن انك انت تسحب بوقت قصير سحب المدة محددة او سحب فورا فهنا تختلف عندنا انواع الودائع عندما يوجد لدينا اربع انواع يتامن النوع الاول الودائع تحت الطلب يعني اني انا احط المبلغ من المال او بيكون بحسابي في الحساب البنكي في اي وقت انا بدي اسحب مثلا احط والله ميتين دينار بدي اسحب فيهم متى اشعر هذا يسمى ودائع تحت الطلب او والله راتبي بدي انزله خير نحكي حسابي في البنكي كراتبي بسحب فيه متى اشعر هذا يسمى ماذا يسمى ودائع تحت الطلب الودائع التانية تعمل ودائع لاجل محدد يعني انا بدي احط مبلغ من المال لكن بدي احدد مدة محددة يعني مثلا فتح حسابي مبلغ 2000 دينار لا استطيع سحبه الا بعد سنة كاملة على الاقل هون انا حددت المدة فيسمى لاجل محدد الجزء الثالث او النوع الثالث يتامن اللي هو الودائع باختار سابق يعني انا بدي حطه بمدة محددة لكن يما بدي اجي اسحب يتامن بخبر البنك اني انا بدي اسحب هذا المبلغ قبل فترة معينة باتفاق بينك وبين البنك يعني مثلا فتح حسابي مبلغ مثلا 1000 دينار لا تستطيع سحبه الا اذا اشعرت البنك بذلك خلال اسبوع من تقديم طلب السحب قبل ما انا اسحب المبلغ تمام بقدم طلب بمدة مثلا بمدة معينة اني انا بدي اسحب هذا المبلغ فبعطيهم اشعار اني بدقوا بعملية السحب النوع الاخير يتامن اللي هو ودائع التوفير هاي الودائع دائما بتكون اولياء الامور او بيحبوا انهم يفتحوا حساب لا اطفالهم لا اولادهم كتوفير لهم ممكن يكون والدك عم بيحاول بيعملك فتح حساب باسمك هلا هذا المبلغ او هذا الحساب يسمى حساب توفير اللي قام بعملية وضع الحساب وفتح الحساب هو والدك هو مسؤول عنك هلا يبقى مسؤول عنك لحد عمر 18 سنة بعدين ينتقل الحساب يصبح لك تكوني انتي حرية التصرف اليك هلا يصير عندك حساب توفير فهو زي لك انه ابو الوالدك عم بيحاول عم بيحط لك حساب او بيوفر لك مبلغ من المال من خلال هذا الحساب زي ما حكينا يريد اب فتح حساب توفير لابنه هلا يعتبر هذا النوع نوع ودائع التوفير هيك يا تامن منكون احنا انهينا درسنا طبعا بحب انك تركزي على انواع التوفير انواع الودائع تامن انه انا ممكن اجبلك مثال وانت تحددي ما هو نوع الودائع اللي موجود عندي في الحالة اللي بعطيكي اياها في السؤال اعطيتكم ورقة عمل من خلال نظام كنز بتمنى انك تحليها وتتابعي معي على الواتساب ويعطيكم الف عافية ترجمة نانسي قنقر